هذه الشامبانات الأفريكية في كوت ديبوار هذه الدورة المفتوحة في قطار هذه العرب مختارة التي تتعامل مجموعة في رياض هذا العام 2023 في كوت ديبوار كنت أصغر لاعب في التاريخ المغرب الذي يحرز ميدالي دهبي في بطارة إفرقيا أنا أقول لاعب سبيل ما أداش في المغرب بحاله اسمتي هيتام الزغوطي 18 سنة من مواليد 2005 طالب هندسة في المدرسة الوطنية العلمة التطبيقية في القنيطة لاعب منتخب الوطني هو منحذر من الأصار بلاك تيجر بقيادة أستاذ ساميل ساميل كيرومي وهو شخص هائل اللي أكومباني في المصر الغياضي ديالي عندما كنت صغير دخلت ساما أسان كون وزع ما شتش منه وقع الخير ليل بحالي لبحال نهار كنا دائما مأكمبانييني زعما في لازنة الماندية لي كنت أصغر لاعب في التاريخ المغرب اللي يحرز ميدالية ذهبية في بطالة إفراقيا عندي ذهبية في بطالة العالم الدراسية وميدالية برنزية في بطالة العالم الشبان اللي كانت في بلغاريا كذلك عندي بطالة العالم عندي ميدالية ذهبية في الدولة المفتوحة في قطر طيب كنا ما بديت كان دائما عندي ذلك إشكال بما أنني كنت كان في ذلك أنني نكونسيلي ما بين الزيتو ديالي والبارك والسبورتيف كان دائما عندي ذلك إشكال كان حاول نوزن بيناتهم باش تحاجة ما تغرب على الأخرى والحمد لله لقيت مع الوريونتاسيون اللي كانت في مزيانة واللي قدرت أنا نحققها البرفورمانس في الدولة بديت تداريب في السن كنت عندي خمس سنين بديت في الأول نورمال يعني كنت نتريده بالنسبة لكي نكونوا في صحة جيدة ومن بعد أستديالي كتابة تشوف أني عندي واحد مهارات خاصة وعندي واحد المويولة اللي قدرت أهلني باش نكون ضمن لاعبي الكبار في المغرب وبديت بحركك بالبطالات الجهوية بطالات محلية بطالات جهوية وشاركت في أول بطالات مغرب ديالي والحمد لله سهر يا ربي وقدرت أني نذكره شيرامي ضايدور من ثم ربيراني للمنتخب الوطني واللي تلاعي بمنتخب الوطني وثم حضيت بقاع العناية وكي نتعقلت من سمي برو البروفيسوني الآن لدي الجلسة الأولمبيك في باري في 2024 وكي نحن نتعبر في كامل كل مليد للداب أغرسي دي برباراتيف وأهم ملاقب اللي باقي المغرب في الستوار ديالي وباقي ما عمرو ديك روشه في ميضاي في الجلسة الأولمبيك نتمنى أني نكون في الموعد ونقدر أني نحيي تصدي زود ديك اللي عنا الأولمبيك على المغرب وندك روشي ديك لاميضاي كانت تحديد مع المنتخب الوطني مع شكارات مع دول خاصة كل مدرسة أسيوية تأخذ منها مثلاً أسيل مدرسة إفاقية تأخذ منها نوت أسيل أوروبي كدلك في العالم الروفية يجب أن تكون لديه سيانسة في اليوم من المنموحة 1h30 في الصباح 1h30 في العشية يجب أن يجب أن تتعامل كل جوة في التعامل فطناء الفيزيك بزيك ، في العشيات يكون لديك سيكسبي للتاكواندا لكي تنسى العشية لديك التعامل ولكن يجب أن يجب أن يجب أن يتم تحديث جزيك مجبنة الفيزيك والمتحدة الحمد لله بعد أن أجب أن أجبت الفيزيك كانت مستقبل من طرف فالعليم والموديل ويصنعوني بأنه اشتركوا بالتعامل مع هذا البرجأة وهو دوبل وهو البرجأة و البرجأة و السبب البرفورمانسة لأنني لا نجاوز بناتهم ولكن سبب البرفورمانسة رسالة لي كنت أقول للشعب المغربي أنه غريت سنة هيتم الزواطي حيث جايب بقوة و كنت أظن أن أنا أقول لعب سبيل لم أدد في المغرب بحاله أنا حسبت شيء و كنت أظن أن الميدالية الأولمبياء غير مسألة وقت و كدلك الميدالية في بطالة العالم الكيبار كنت أعجب أن أعجب و المغرب غريت سعين هيتم كين صراحة أن أريد أن أشكر سيد رئيس الجامعة المالكية التكوندو سيد دريس الهلالي من الأولى من المغرب التي أرى كلها تنسل فيها و أتاق فيها صراحة شاهدت منه غير الخير و كانت منه أن أشرفه في المحاة في المقبلة بالنسبة لكاريري صراحة الكثير من المعرفة في المغرب في المقبلة في المقبلة بطالة العالم المدراسية كان حاضر و كان عندي شرف أنه هو الذي يقدم لي الميدالي الذهبي في المقبلة 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 أكثر من البعرة من المقبلة لكي أرى ترجمة نانسي قنقر